أشهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني بجهود التي تبدلها وحدات مكافحة الإرهاب وإحباطها العديد من العمليات الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وأكد البحسني خلال لقائه بالعاصمة عدن القائد العام لوحدات مكافحة الإرهاب اللواء الركن شلال علي شاية على أهمية رفع اليقظة والجاهزية لإفشال جميع المخططات الإرهابية وضبط العناصر الخارجة عن النظام والقانون بما يحقق للمحافظات المحررة استقرارا أمنيا مستداما وناقش اللقاء الاختلالات الأمنية في بعض المحافظات التي تنفذها العناصر الإرهابية وأسوب لتعزيز دور وحدات مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه العناصر الجرامية وتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات وبدوره أبدأ اللواء الركن شلال شاية استعداده بتكثيف جهود وحدات مكافحة الإرهاب ومضاعفتها والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي في سبيل القضاء على الإرهاب وأحلال السلام في الوطن ترجمة نانسي قنقر